اردوغان يطالب بوتن بوقف دعم قوات النظام السوري تركيا تحيد 56 شخصا من قوات النظام السوري بعد استهداف مواقع عسكرية في حما ايران تعلن وفاة تسعة اشخاص ببيروس كورونا وتسجيل 295 حالة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية نشرة الاخبار من اكاديمية فوكس اهلا بكم قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتن السماح للقوات التركية بمواجهة قوات النظام السوري وتوعد الرئيس التركي النظام السوري بدفع الثمن لمقتل جنود اتراد في سوريا واتهم اردوغان اوروبا بعدم تنفيذ وعودها بشأن الهجرة معلنا فتح تركيا الابواب امام المهاجرين الى الجانب الاوروبي افادت وسائل العلام من تركيا نقل عن وزارة الدفاع التركية بانه تم تحيد 56 شخصا من قوات النظام السوري بعد استهداف مواقع عدة اهمها معسكر جوريين بريف حما ومنشاء حربية كيموية في مدينة حلب يأتي هذا التطور بعد ايام من مقتل 33 جنديا تركيا اثر ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات التركية اعلنت ايران وفات تسعة اشخاص اصيبوا بفيروس كورونا وتسجيل اصابة حول 800 حالة خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية وكان وزير الصحة الايراني قد اعلن اغلاق المدارس في جميع المدن الايرانية حتى الثلاثاء المقبل لمواجهة تفشي الفيروس في ايران نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الصين تسجل 427 اصابة جديدة بفيروس كورونا اهلا بكم من جديد سجلت الصين 427 اصابة جديدة بفيروس كورونا وهما يمثل زيادة مئة حالة عن اليوم السابق ليقترب بذلك عدد الاصابات من 80 الف وسجلت الصين 47 وفات جديدة بفيروس كورونا في حين وصل عدد الحالات التي شفيت من الفيروس في الصين 39 الف حالة وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الافغانية اتفاق سلاما في الدوحة التوقيع حضره وزير الخارجي الامريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك اسبر وقبيل التوقيع صدر بيانا عن الطرفين اعلنت فيه واشنطن خفض قواتها الى 8600 جندي خلال نحو 130 يوما في الختام تذكير باهم العناوين اردوغان يطالب بوتن بوقف دعم قوات النظام السوري تركيا تحيد 56 شخصا من قوات النظام السوري بعد استهداف مواقع عسكرية في حما ايران تعلن وفاة 9 اشخاص بفيروس كورونا وتسجيل 295 حالة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا لمزيد من الاخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس اكاديمي تي في شكرا للمتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة